أهلاً ومرحباً بكم أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي التجاري بمدارس التعليم نظام الثلاث سنوات الدارسين لمنهج المحاسبة الحكومية وطلاب وطالبات الصف الخامس بمدارس التعليم الثانوي التجاري نظام الخامس سنوات الدارسين أيضاً لمنهج المحاسبة الحكومية كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله نستكمل حدثنا ومراجعتنا عن الباب الثالث من أبواب منهج المحاسبة الحكومية وطبعاً اتعرفنا في الحلقة السابقة أن الباب الثالث يتكلم عن الموازنة العامة للدولة اتعرفنا على تعريف الموازنة العامة للدولة وأهداف الموازنة العامة للدولة اليوم إن شاء الله نستكمل حديثنا عن الهيكل التنظيمي للموازنة العامة للدولة نتكلم أيضاً عن الاتجاهات الحديثة في إعداد الموازنة العامة للدولة هنحاول نعمل مراجعة سريعة على الباب الثالث الخاص بالموازنة العامة للدولة ولو كان لدينا متسع من الوقت إن شاء الله في حلقتنا اللي بغضوا الله سبحانه وتعالى أنتم تستفيدوا منها أكبر استفادة إن شاء الله هنحاول نتطرك للباب الرابع ونعمل مراجعة على الجزء الخاص بتحصيل الإرادات وهو الباب الخاص طبعاً بالتوجيه المحاسبي للعمليات الحكومية تعالوا نشوف أول جزئية معنا وسؤال عن تعريف المحاسبة تعريف الموازنة العامة للدولة وكذلك أهداف الموازنة العامة ممكن نجيلي سؤال في الاختبار يقول لي عرف الموازنة العامة للدولة وإحنا عرفنا الموازنة العامة للدولة في صابق بأنها بيان مفصل أو تفصيلي بمصرفات وإرادات الدولة عن سنة مالية مقبلة يعني تالية وطبعاً بتعتمد من السلطة التشريعية أو من مجلس الشعب تعالوا نشوف تعريف الموازنة العامة للدولة عندنا تعريف بيقول لنا الموازنة العامة للدولة هي بيان تأديري مفصل بمصرفات وإرادات الدولة لسنة مالية مقبلة وبيعتمد هذا البيان من السلطة التشريعية اللي هي طبعاً مجلس الشعب في تعريف آخر للموازنة العامة للدولة بتعرف بأنها البرنامج المالي للخطة طبعاً اللي هي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن سنة مالية مقبلة بهدف بيتم السعي إليه لتحقيق أهداف معينة وذلك في إطار الخطة العامة وطبقاً للسياسات العامة للدولة بحنا عندنا تعريفين للموازنة العامة للدولة يجيلي في الاختبار يقول لي عرف الموازنة العامة للدولة أقول له هي بيان تأديري مفصل بمصرفات وإرادات الدولة لسنة مالية مقبلة أو تالية وبيتم اعتماد هذا البيان من السلطة التشريعية أو من مجلس الشعب يبقى التعريف الأول أسهل وبسيط لو جالك قال لك في الاختبار عرف الموازنة العامة للدولة هقول له أن الموازنة العامة للدولة هي بيان تأديري مفصل بمصرفات وإرادات السنة المالية المقبلة وبيعتمد هذا البيان من السلطة التشريعية أو من مجلس الشعب طيب ناخد بالنا من التعريف أعزائي الطلاب زيب أوضحنا في الحلقة السابقة قلنا أن الموازنة العامة للدولة بتعد بشكل مسبق يعني قبل ما السنة تبدأ وبالتالي هي إيه؟ أرقامها بتكون تقديرية دي أول جزئية الجزئية التانية أنها بتعتمد من السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشعب النقطة الثالثة أنها بتعد عن سنة مالية مقبلة يبقى أنا أخذ بالي من خصائص التعريف تعالوا تعرف مع بعض على سؤال تاني بيقول لي أذكر أهداف الموازنة العامة للدولة عندنا خمس أهداف للموازنة العامة للدولة الهدف الأول هو ترشيد الإنفاق الحكومي الهدف الثاني المساهمة في تمويل الخزانة العامة للدولة الهدف الثالث المساهمة في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الهدف الرابع خفض تكاليف المعيشة عن طريق زيادة الدعم للمواطنين خمسة وده هدف مهم جداً عزيزي الطلاب إنجاح أو المساعدة في إنجاح بنك الاستثمار القومي في أداء المهام الموكلة إليه تعالوا نشوف جزئية أخرى ممكن يجيلي عليها سؤال وقواعد إعداد الموازنة العامة للدولة عندنا خمس قواعد بيتم في ضوءها إعداد الموازنة العامة للدولة القاعدة الأولى وهي قاعدة سنوية الموازنة وطبعاً المقصود بسنوية الموازنة أو طبقاً لهذه القاعدة بيتم إعداد تقديرات الموازنة يعني المبالغ اللي يتم انفقها وكذلك الإراضات عن سنة مالية مقبلة بصرف النظر عن تاريخ بدايتها أو نايتها طيب السنة المالية في القطاع الخاص بتبدأ في مع بداية السنة المالية بتبدأ في واحد واحد وبتنتهي في 30-12 من نفس السنة المالية أو من نفس السنة المالية أما السنة المالية في الحكومة طبعاً أو في المحاسبة الحكومية بتبدأ في 1-7 أو 1 يوليو وبتنتهي 36 من العام التالي يعني 30 يونيا أو يوليا يبقى أول قاعدة عندنا أن الموازنة بتعد عن سنة مالية سنة 12 شهر وحنا وضحنا من خصائص أو من سمات المحاسبة الحكومية أن السنة المالية فيها 12 شهر زي ما في المحاسبة المالية أيضا السنة المالية 12 شهر وقلنا مع اختلاف بداية السنة ونهايتها القاعدة الثانية وهي قاعدة وحدة الموازنة وفي دوء هذه القاعدة أو طبقا لها بتتضمن الموازنة العامة للدولة كافة المصرفات والإرادات العامة للدولة كوحدة وحدة خاصة بالدولة كلها القاعدة الثانية والمهمة وحدة أو قاعدة وحدة الموازنة اللي فيها المصرفات والإرادات بتعد كوحدة وحدة خاصة بالدولة القاعدة الثالثة وهي قاعدة عدم التخصيص ودي قاعدة مهمة جدا أعزائي الطلاب وفي ضوء هذه القاعدة لا يجوز تخصيص إرادات معينة في الموازنة لأوجه مصروفات معينة يعني ما ينفعش أخصص إرادة معين ينفق منه على مصروفات أو جهات بعينها لا الإرادات بتكون إرادات الدولة كلها بتجمع وكذلك المصروفات وبيتم تخصيص الاعتمادات لكل جهة ما ينفعش أو لا يجوز أن احنا نخصص إرادة بعينه لمصروف بعينه في الموازنة العامة للدولة وانا اخد بالنا لإني ممكن يجيلي سؤال في صحة وخطأ يقول لي يجوز تخصيص إرادات معينة في الموازنة لأوجه مصروفات معينة طبعا أقول له خطأ لجابة خطأ لإني عندي قاعدة عدم التخصيص اللي هي بتقول لي لا يجوز تخصيص إرادات معينة في الموازنة لأوجه مصروفات معينة في المقابل خلال السنة المالية القاعدة الرابعة من قواعد اعداد الموازنة العامة للدولة ودي قاعدة مهمة جدا وهي قاعدة عمومية او شمول الموازنة حيث بتشمل الموازنة كافة انشطة وبرامج الوحدات الادارية الحكومية عن سنة مالية مقبلة كل الوحدات الحكومية الادارية اللي موجودة في الدولة لابد انها تدرك داخل الموازنة العامة للدولة وما يخص هذه الوحدات او الجهات الحكومية من مصروفات وارادات دون عمل مقصة بين يعني ما نفعش نشيل مصروف مقابل اراد او نشيل اراد مقابل مصروف ما بنعملش مقصة وده طبقا لقاعدة عمومية او شمول الموازنة القاعدة الخامسة وهي قاعدة توازن الموازنة وده قاعدة مهمة جدا عزيزي الطلاب زي ما احنا عارفين ان الموازنة العامة للدولة بتتكون من الاستخدامات والموارد يعني قاعدة اللي بتقول لي توازن الموازنة يعني يجب ان الاستخدامات تتساوى مع الموارد طيب لو الاستخدامات اقل من اكتر من الموارد يعني عندي استخدامات اكتر من الموارد لو الموارد أكتر من استخدامات يكون عندي فائد في الموازنة لكن لو الاستخدامات أكتر من الموارد يكون عندي عجز أو عجز نائدي أو عجز في الموازنة هيتم سد هذا العجز من مصادر عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية اللي هي بخلاف الأسل طبعا ده في الباب الخامس من باب الموارد بيتم سد العجز عن طريق هذا الباب فالقاعدة الخامسة بتقول لي يجب ان الموازنة العامة الاستخدامات فيها تساوي الموارد لان طبعا المبالغ اللي هتنفق على الاعتمادات المخصصة في الموازنة هيقابلها في الجانب الثاني موارد يعني هنجيب الموارد نصرفها على الاستخدامات فقاعدة موازنة او القاعدة اللي هي بتقول لي توازن الموازنة يعني لازم الاستخدامات تساوي الموارد لو حصل ان انا عندي الاستخدامات اكتر من الموارد في الحالة ذات هتكون الدولة مضطرة انها تسد هذا العجزة عن طريق الاقتراض او الاصدار الاوراق المالية بخلاف الاسم دولي خمس قواعد من قواعد اعداد الموازنة العامة للدولة ممكن يجيلي سؤال في الاختبار يقول لي اسكر القواعد العامة لاعداد الموازنة للدولة وبالتالي مش يكون مطلوب مني ان انا اشرح كل قاعدة من هزير قواعد لا على طول انا هذكر القواعد فقط هقول ان انا عندي قاعدة سنوية الموازنة قاعدة وحدة الموازنة قاعدة عدم التخصيص وقاعدة عمومية او شمول الموازنة والقاعدة الخامسة قاعدة توازن الموازنة بيمر اعداد الموازنة العامة للدولة بمجموعة من المراحل اربع مراحل هم على ترتيب اعداد وتحضير مشروع الموازنة المرحلة التانية بيتم فيها اعتماد الموازنة المرحلة التالتة تنفيذ الموازنة العامة للدولة المرحلة الرابعة الرقابة على الموازنة يعني عندي اربع مراحل لاعداد الموازنة العامة للدولة لو قال لي اسكر المراحل فقط في الحالة دي انا هسكر اسامي المرحلة الاولى مرحلة اعداد وتحضير مشروع الموازنة المرحلة التانية مرحلة الاعتماد المرحلة الثالثة هي مرحلة التنفيذ والمرحلة الرابعة وهي مرحلة الرقابة وناخد بالنا عزائي الطلاب ان الرقابة دي بتكون اثناء التنفيذ وبعد التنفيذ يعني بيتم الرقابة على الموازنة العامة للدولة اثناء تنفيذها وبعد التنفيذ تعالوا نشوف اول مرحلة عندنا اللي هي مرحلة اعداد وتحضير الموازنة العامة للدولة في هذه المرحلة بيتم إسناد إعداد الموازنة العامة للدولة إلى السلطة التنفيذية طبعاً متمثلة في الحكومة وبتسند في الغالب إلى وزارة المالية وبتسند إلى وزير المالية اللي بيقوم بإعداد أو بتجميع الموازنات على مستوى الجمهورية من جميع الوزارات الموازنات الفرعية ويتم إعداد الموازنة العامة للدولة ويقوم بعرضها على مجلس الوزراء لتعديل ما يلزم بيتم المناقشة بالرئيس الوزراء والوزراء ووزير المالية من ضمنهم ثم بيكون بعد ذلك رئيس الوزراء بعد تعديل ما يلزم على الموازنة العامة للدولة على رئيس الجمهورية لإصدار قرار بعرض المشروع على السلطة التشريعية المتمثلة طبعاً في مجلس الشعبي بأول مرحلة هي مرحلة الإعداد والتخدير وبتنتهي بعرض أو بإصدار معالي رئيس الجمهورية قرار بعرض المشروع على السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشعب المرحلة الثانية وفي هذه المرحلة بيتم طبعاً عرض مشروع الموازنة اللي هي مرحلة الاعتماد بيتم عرض مشروع الموازنة على السلطة التشريعية اللي هو مجلس الشعب اللي بيقوم رئيسه طبعاً بعرضها على أعضاء المجلس يعني رئيس مجلس الشعب بيعرض الموازنة العامة التي أقرها رئيس الجمهورية على أعضاء المجلس وبيتم تحويل الموازنة على طول إلى لجنة الخطة والموازنة التابعة لمجلس الشعب يعني رئيس المجلس مجلس الشعب بيقوم بعرض الخطة المقترحة من مجلس الوزراء ووزير المالية على أعضاء مجلس الشعب وبعد ذلك بياخدوا قرار بتحويلها للجنة من اللجان الموجودة داخل مجلس الشعب وهي لجنة الخطة والموازنة بتقوم لجنة الخطة والموازنة بدراسة الموازنة المقترحة وإعداد تقرير تفصيلي ثم بعد ذلك بيتم منعشة هذه الموازنة وكذلك تقرير اللجنة بحضور أعضاء مجلس الشعب ومجلس الوزراء وبعد المنعشة وتعديل ما يلزم على الموازنة بيتم التصويت بياخدوا الأراء هل بالموافقة ولا بعدم الموافقة على مشروع الموازنة ثم بعد ذلك بعد الموافقة بيتم إصدار قانون باعتماد الموازنة بل مرحلة الاعتماد بتنتهي بإصدار قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة المرحلة التالتة هي مرحلة التنفيذ في ظل هذه المرحلة بتكون كل وزارة من الوزارات والوحدات الإدارية الحكومية بتحصيل الإرادات وإنفاق المصرفات في البنود المعتمدة لها في الموازنة العامة للدولة المرحلة الرابعة وهي مرحلة الرقابة وفي هذه المرحلة بيتم الرقابة على مدى الالتزام بتنفيذ البنود الموضحة أو الاعتمادات المخصصة بالموازنة العامة كل فيما يخصه ودي طبعا مرحلة الرقابة دي بتتم أثناء عملية التنفيذ وبعد عملية التنفيذ وبتتم على مستويات مختلفة من أجهزة مختلفة تعالوا نشوف الأجهزة الرقابية اللي بتقوم بالرقابة على الموازنة العامة للدولة أول حاجة عندنا طبعا وزارة المالية ودي بتقوم بالرقابة المالية على الموازنة العامة للدولة أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ كذلك مجلس الشعب بيقوم بمراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وكذلك الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ودي رقابة إدارية وطبعا في رقابة مستمرة داخل الوزارات والوحدات الإدارية خلال فترة تنفيذ الموازنة العامة للدولة على مدار السنة المالية بتقوم كل وحدة إدارية وكذلك وزارة بالرقابة على صرف وتحصيل الاستخدامات والموارد الخاصة بالدولة يبقى لو جالي سؤال أذكر مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة هم طبعا أربع مراحل نقولهم بسرعة مرحلة الأولى مرحلة الإعداد والتخدير المرحلة الثانية وهي مرحلة الاعتماد مرحلة الثالثة مرحلة التنفيذ المرحلة الرابعة وهي مرحلة الرقابة أربع مراحل لو قال لي أذكرهم أذكرهم فقط دون شرح تفصيلي لو قال لي وضح مثلا مرحلة من المراحل أو ممكن يجيب لي سؤال في صحة وغلط أو أكمل على مرحلة من المراحل عشان يشوف أنا فاهم كل مرحلة بيتم فيها إيه ولا مش فاهم طيب الأجهزة الرقابية ممكن يقول لي أذكر الأجهزة الرقابية على الموازنة العامة للدولة نحن عندنا خمس أجهزة طبعا قلنا من ضمنهم في رقابة داخلية بتتم داخل الوحدات والوزارات والوحدات الأدارية الحكومية والوزارات وعندنا رقابة طبعا مالية بتتم من خلال وزارة المالية وكذلك رقابة أدارية من خلال الجهاز المركزي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات تعالوا نشوف الهيكل التنظيمي للموازنة العامة للدولة احنا اوضحنا ان الموازنة العامة للدولة بتتضمن الاستخدامات والموارد يبقى انا عندي الموازنة العامة للدولة يعبار عن استخدامات وموارد وطبعا وفقا للقانون 127 لسنة 1981 تم تحديد اوجه الاستخدامات واوجه الموارد الاستخدامات بتشمل 8 ابواب تعرف عليها لو قالي في الاختبار اسكر هيكل الموازنة العامة للدولة انا عندي في الاستخدامات 8 ابواب وعندي في الموارد 5 ابواب تعالوا نشوف كل باب من هذه الابواب الباب الاول او الاجور وتعويضات العاملين الباب التاني شراء السلع والخدمات الباب التالت الفوائد الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الباب الخامس المصروفات الاخرى الباب السادس شراء الاصول غير المالية الباب السابع حيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية الباب التامن سداد القروض المحلية والاجنبية دول 8 ابواب خاصين بالاستخدامات في الهيكل او في هيكل الموازنة العامة للدولة عندنا الموارد بتشمل خمس ابواب الباب الاول هو باب الضرائب الباب التاني باب المنح الباب التالت الاراضات الاخرى الباب الرابع متحصلات الاقراض ومبيعات الاصول المالية الباب الخامس الاقتراض واصدار الاوراق المالية بخلاف الاسر ناخد بالنا اعزائي الطلاب احنا اوضحنا ان ممكن يكون عندي عجز في الموازنة بنسميه العجز النقدي بالموازنة وده بيكون نتيجة ان الاستخدامات او المصروفات اكبر من الموارد او الاراضات يبقى لو عندي الاستخدامات اكتر من الموارد هيكون عندي في الحالة دي عجز نادي وهذا العجز بيتم او من مصادر تمويله هو الباب الخامس يعني بيتم تمويل عجز الموازنة اللي هو عبارة عن الفرق بين المصروفات والاراضات او الاستخدامات والموارد من الباب الخامس اللي هو الاقتراض واصدار الاوراق المالية بخلاف الاسهم يبقى الباب الخامس دوت هنلجأ له لما يكون في عجز للموازنة هنبتدن اقتراض او نصدر اوراق مالية بخلاف الاسهم تعالوا نشوف تدريب من التدريبات اللي ممكن تجيلي في الاختبار وبيجيلي سؤال في الاختبار يطلب مني ابواب الاستخدامات والموارد واستنتج العجز النادي واظر النتائج اللي هي طبعا خاصة بالعجز النادي او نتائج الموازنة في شكل جدول تعالوا نشوف التدريب اللي امامنا بيقول لي فيما يلي بيان باستخدامات وموارد موازنة الجهاز الاداري والادارة المحلية والهيئات الخدمية وبين كوسون بيقول لي المبالغ بمليارات الجناهات ميد ديني ربعمية ستة وعشرين اجور وتعاوضات العاملين سبعمية وتمانية مليار طبعا شراء السلع والخدمات تلتمية واثناشر الفوائد ربعمية تنين وتلاتين الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مية وعشرين المصروفات الاخرى ربعمية تنين وتلاتين شراء اصول غير مالية الف تلتمية وعشرين الضرائب وعندي ميتين واربعين المنح ومية وعشرين ارادات اخرى المطلوب الاول تبويب الاستخدامات والموارد هاخد كل هذه الابواب اللي ذكرت سواء ابواب الاستخدامات او ابواب الموارد وعلى طول اتدي ادي كل باب من هذه الابواب الرقم بتاعه يعني عندي اجور وتعوضات دي الباب الاول شراء السلع والخدمات دي الباب التاني في الاستخدامات يعني اجور وتعوضات دي الباب الاول في الاستخدامات والباب التاني هو شراء السلع والخدمات عندنا الباب الثالث هو باب الفوائد باب الرابع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية دي كلها في الاستخدامات الباب الخامس وهو المصروفات الاخرى وعندنا طبعا موارد أو أبواب للموارد تعالوا نشوف مع بعض إزاي هنبواب الاستخدامات والموارد وهجاوب على السؤال ده إزاي في الاختبار على طول أول مطلوب عندي تبويب الاستخدامات والموارد هقسم الصفحة بتاعتي نصين كده بالنصف وفي الجانب اليمين هوضع الاستخدامات وطبعا عندي أكتب الأبواب اللي ذكرها ليا في التدريب الباب الأول هو أجور وتعوضات العاملين الباب الثاني شراء السلع والخدمات الباب الثالث اللي هو باب الفوائد الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية باب الخامس المصروفات الأخرى الباب الساد شراء الوصول غير المالية وفي الجانب اللي أصاده على طول الموارد عندي ثلاث أبواب ذكره في التمرين أو في التدريب الأمامي الباب الأول باب الضرائب والباب الثاني المنح والباب الثالث الإرادات الأخرى هسجل الأبواب دي بالترتيب يبقى كده أنا على طول إيه بوابت الاستخدامات والموارد تبقى للمطلوب في هذا التدريب المطلوب الثاني بيقول لي استنتج العجز النأدي يبقى أنا هتطر أجمع مبالغ كل باب من هذه الأبواب من الاستخدامات وكل باب من أبواب الموارد وهنطلق على الاستخدامات دي طبعا لأن دول جزء من كل لأن أنا عندي ثمان أبواب الاستخدامات هنسمي دولي المصروفات والثلاث أبواب دولي هنسميهم الإيرادات والفرق بين إجمال المصروفات وأجمال الأرضات هيكون العجز النأدي في حالة أن المصروفات تكون أكبر من الموارد يبقى المطلوب الثاني استنتج العجز النأدي على طول أجيب إجمال المصروفات هجمع بقى المبالغ ديت كانت موجودة عندي في التدريب على طول أرجع للتدريب بتاعي 426 أجوره تعوضات دي مصروفات زائد 708 زائد 312 الفوائد زائد 432 زائد المصروفات الأخرى 120 زائد 432 شراء أصول غير مالية على طول أروح للتدريب للإجابة على طول المطلوب الثاني جبت إجمال المصروفات 426 زائد 708 زائد 312 زائد 432 زائد 120 زائد 432 يكون النتج عندي على طول 2430 يبقى إجمال المصروفات يكون 2430 بنفس الطريقة أجيب إجمال إرادات للتلات أبواب اللي هو طبعا عارفينهم الباب الأول اللي هو إيه باب الضرائب 1320 زائد باب المنح اللي هو 240 المنح و120 إرادات أخرى هيكون المجموع على طول إجمال إرادات 1680 العجز النقدي هو عبارة عن الفرق بين إجمال المصروفات وإجمال الإرادات ابن إجمالي المصروفات 2430 وإجمالي الإرادات 1680 الفرق بينهم على طول هيكون عجز الموازنة أو العجز النقدي 750 مليار يبقى أعزاء الطلاب ده سؤال مهم جدا ولا يخلق اختبار أو امتحان من امتحانات من هذا السؤال بيجي لي سؤال يجيب لي مجموعة من أبواب الاستخدامات ومجموعة من أبواب الموارد ويقول لي استنتج أو المطلوب الأول يقول لي بواب الاستخدامات وبواب الموارد المطلوب الثاني يقول لي استنتج العجز النقدي المطلوب الثالث يقول لي ضع النتائج في شكل جدول تعالوا نشوف إزاي هنوضع بقى النتائج اللي هي متعلقة بالعجز النقدي في شكل جدول تعالوا نشوف المطلوب الثالث هنجاوب عليه إزاي على طول هرسم جدول الجزء الأول فيه الاستخدامات الجزء الثاني الموارد الجزء الثالث النتائج وفي الاستخدامات هكتب إجمالي المصرفات وبجوار إجمالي المصرفات هكتب مجموع مبلغ المصرفات اللي أنا توصلتله في الخطوة السابقة هحط 2430 في الموارد أكتب إجمالي الإرادات وهوضع برضو أيضا مجموع أو مبلغ الإرادات اللي توصلتله 1680 الفرق بين الاستخدامات أو إجمالي المصرفات وأجمالي الإرادات طبعا هيكون العجز النقدي اللي هو 750 مليار جنيه كده أنا جوبت على المطلوب مني في السؤال ولا يخلو اختبار من الاختبارات من سؤال خاص بالموازنة العامة للدولة السؤال ده مهم جدا نراجع ونتدرب على تدريبات كتير فيه على الموازنة العامة للدولة بيطلب مني أبواب الاستخدامات والموارد وبعد كده يطلب مني أحسب العجز النقدي أو استنتج العجز النقدي ثم أظهر النتائج الخاصة بالموازنة العامة للدولة في شكل جدول كما أوضحنا الموازنة العامة للدولة موضوع من الموضوعات المهمة جدا وظهرت اتجاهات حديثة في إعداد الموازنة العامة للدولة عندنا أربع اتجاهات قلنا عندنا موازنة البلود وعندنا موازنة التخطيط والبرمجة وعندنا موازنة البرامج والأداء وعندنا موازنة الأساس السفري هنركز على نوعين من الاتجاهات الحديثة في إعداد الموازنة العامة للدولة ونشوف ونتعرف إيه الأسئلة اللي ممكن تجي لي على هذه الجزئية على الاتجاهات الحديثة للموازنة العامة للدولة عندنا أول اتجاه وهو موازنة البرامج والأداء موازنة البرامج والأداء ممكن يجيلي في الاختبار يقول لي عرف موازنة البرامج والأداء وموازنة البرامج والأداء هي الموازنة التي تعرض الأهداف والأغراض التي من أجلها تم تخصيص الاعتمدات وتكاليف البرامج الموضوع على تحقيق تلك الأهداف والبيانات الكمية التي تقاص بها الإنجازات والأعمال المؤداء في كل برنامج يبقى لو جالي سؤال فيه الاختبار وقال ليعرف الموازنة أو موازنة البرامج والأداء هقوله هي تلك الموازنة التي تعرض الأهداف والأغراض التي من أجلها تخصص الاعتمادات وتكاليف البرامج الموضوعة لتحقيق تلك الأهداف والبيانات الكمية التي تقاص بها الإنجازات والأعمال المؤداء في كل برنامج من هذه البرامج ده تعريف موازنة البرامج والأداء عندنا عوامل ساعدت على انتشار موازنة البرامج والأداء العامل الأول إهمال موازنة الأداء لعنصر التخطيط في حين ظهرت الحاجة إلى خطط بعيدة المدى موازنة الأداء فقط كانت بتهمل عنصر التخطيط ولكن ظهرت حاجة إلى خطط بعيدة المدى وده طبعا بتقوم بها موازنة البرامج والأداء العامل الثاني زيادة أهمية التحليل الاقتصادي والرغبة في إدخال أساليب علمية حديثة في اتخاذ القرارات العامل الثالث كبر حجم النفقات العامة في الموازنة وزيادة أثارها على الاقتصاد الوطني وده طبعا أدى إلى ضرورة الربط بين الخطط الحكومية والموازنات العامة عندنا مزايا لموازنة البرامج والأداء ممكن يجيلي في الاختبار في نقطة مثلا في صحة وخطأ في أكمل يقول لي أذكر مزايا موازنة أو يقول لي ميزة من مزايا موازنة البرامج والأداء ويقول لي هل ده صح ولا خطأ عايزين نبقى عارفين كل هذه الميزات وممكن يجيلي في الاختبار يقول لي أذكر مزايا موازنة البرامج والأداء عندنا خمس ميزات أو سبع مميزات لموازنة البرامج والأداء الميزة الأولى أنها بتربط النتائج المتوقعة برسالة وأهداف الجهة الحكومية الميزة الثانية بترفع مستوى الجودة المتعلقة ببيانات الأداء المتاحة للحكومة الميزة الثالثة المساعدة على تقوية وتعزيز مبادئ الإدارة المالية في القطاع الحكومي الميزة الرابعة إقرار مبدأ المسائلة والمسئولية حيث تحدد المسئول عن أداء الأعمال ودي ميزة متواجدة في موازنة البرامج والأداء أنها بتحدد مسئولية مين اللي قام بكل عمل من الأعمال اللي تمت خلال السنة المالية خمسة توضيح ما تم من أعمال خلال السنة المالية السابقة وتكلفة كل برنامج أو مشروع الميزة رقم ستة التركيز على المخرجات يعني موازنة البرامج والأداء بتركز على المخرجات اللي هي الخدمات بدلا من التركيز على الموارد والمالية والبشرية اللي هي المدخلات الموازنة العامة للدولة سبعة بتساعد على توفير البيانات التي تحدد ما هي طبيعة المخرجات وتكلفتها المالية وبتربطها بالمنافع اللي بتسعى إليها الحكومة يبقى لو قال لي سؤال في الامتحان أذكر ميزة أو اثنين أو ثلاثة من موازنة البرامج والأداء أذكر له ميزة أو اثنين أو ثلاثة أو خمس مميزات لو قال لي أذكر خمس مميزات هذكر خمس مميزات من موازنة البرامج والأداء على الرغم من المزايا اللي بتحققها موازنة البرامج والأداء إلا أن هناك عيوب لهذا النوع من الموازنات واحد صعوبة تحديد الأهداف لجميع الأجهزة الحكومية تحديداً دقيقاً اتنين صعوبة تحديد عوائد بعض البرامج والمشاريع بشكل مدي ونموس تلاتة المبلغة في بيان فوائدها ومزاياها وفي الدعاية لها وفي بيع فكرتها أربعة بتتطلب كميات كبيرة من المعلومات التي تعطي العملية تحليل السياسة العامة للدولة خمسة إرسال كميات كبيرة من المعلومات إلى مكتب الموازنة عن البرامج الرئاسية والدراسات وده طبعاً يعتبر عيب من عيوب موازنة البرامج والأداء عندنا خمس عيوب لموازنة البرامج والأداء عندنا نوع آخر من موازنات العامة للدولة أو من الاتجاهات الحديثة لإعداد الموازنة العامة للدولة وهو موازنة الأساس السفري وهي عبارة عن اسلوب عمل إداري منظم بيضمن الأخذ في الاعتبار جميع الأنشطة والبرامج المتوقعة وبيسعى إلى تحقيق الأهداف المرسومة لكل مستوى إداري مع إيجاية خطط بديلة لتنفيذ تلك الأهداف وتقديم المقترحات المختلفة بهدف ترشيد وتوزيع الموارد والإنفاق العام بما يحقق أفضل النتائج لو جايلي في الاختبار عرف موازنة الأساس السفري هعرف له موازنة الأساس السفري بأنها اسلوب عمل إداري منظم بيأخذ في الاعتبار جميع الأنشطة والبرامج المتوقعة هناك مميزات أيضا لموازنة الأساس السفري عندنا خمس مميزات الميزة الأولى أنها بتحقق انتقال المؤسسة وأنشطتها إلى وقع أفضل يعني بتنقل المؤسسة نقلة نوعية اتنين تحقيق مسحا شاملا لجميع احتياجات المؤسسة تلاتة تحقيق إمكانية أكبر على إنجاز المهام والأنشطة بفاعلية وكفاءة أكبر الميزة رقم أربعة تحقيق توفير تخصيصات مالية كافية لتيسير النشاط الذي تهدف المؤسسة لتحقيقه الميزة رقم خمسة وهي تحقيق النمو والتقدم المستمر للمؤسسة وأنشطتها التي تهدف إلى تحقيقها رغم هذه المميزات اللي احنا في هناك عيوب لموازنة الأساس السفري العيب الأول أنه قد لا تتوفر الأموال اللازمة لتمويل الأنشطة المخططة لهذا النوع من الموازنة ممكن الأموال ما تبقاش متوفرة لتمويل الأنشطة الخاصة بهذا النوع من الموازنات العامة للدولة اثنين قد تؤدي عموماً لتبزير الأموال بسبب طلب تقصيصات أكثر مما يطلب فعلاً يعني بتطلب أموال كتيرة ووضح كده أن موازنة الأساس السفري عالية التكلفة وبالتالي طبعاً هيبقى عيب أو سلبية من السلبيات اللي هتخلينا نحجم عن استخدامها أثناء أعدادنا للموازنة العامة للدولة العيب الثالث أنها ما بتهتمش بما إذا كان المشروع سينتهي إملاه يعني مش حتى حد لنهاية المشروع وبالتالي بتقوم بفتحة اعتماد له وبتطرق أمر المتابعة للجهات الإدارية المختلفة دي عيوب موازنة الأساس السفري يجيلي في الاختبار يقول لي أذكر عيوب موازنة الأساس السفري أذكر له الثلاث عيوب دولي أو ممكن يجيلي في صحة وخطأ زي ما هنشوف في حلقاتنا إن شاء الله تعالوا نتعرف على حاجة مهمة جدا وهو الحساب الختامي وطبعا درسنا خلال العام الدراسي إيه المقصود بالحساب الختامي وهناك فرق بين الحساب الختامي والموازنة العامة للدولة ممكن يجيلي سؤال في الاختبار يقول لي عرف الحساب الختامي ووضح الفرق بينه وبين الموازنة العامة للدولة طيب إحنا عرفنا الموازنة العامة للدولة في سابق بأنها بيان مفصل بمصروفات الدولة وإرادتها بيان تأديري مفصل بمصروفات الدولة وإرادتها عن سنة مالية مقبلة وبيعتمد أيضا من مجلس الشعب الحساب الختامي بيتم إعداده في نهاية السنة المالية أو بعد انتهاء السنة المالية بيكون الحكومة ملزمة أنها تقدم هذا الحساب الختامي لمجلس الشعب خلال ثلاث شهور من نهاية السنة المالية والحساب الختامي لأنه بيعد في نهاية السنة المالية فبيكون بياناته فعالية يعني عايزين نشوف بقى نقيم الأداء زي ما قلنا أن الهدف الأساسي في المحاسبة الحكومية أو الهدف العام تقييم الأداء الحكومي فإحنا حطين خطة الموازنة العامة للدولة عبارة عن خطة طيب هل الخطة دي اتحققت ولا لم تحقق لازم الحكومة في نهاية السنة المالية تقدم حساب ختامي وبالتالي كده اتضح الفرق بين الحساب الختامي والموازنة العامة للدولة طيب لو قال لي عرف الحساب الختامي هقوله هو بيان فعلي نخبأ لنا ان الموازنة كانت بيان تأديري يبقى هو بيان فعلي بمصروفات الدولة وإراداتها عن سنة مالية منتهية مش سنة مالية قادمة السنة انتهت وبنعد عنها حساب ختامي بيقدم طبعا لمجلس الشعب خلال ثلاث شهور من نهاية السنة المالية الحكومة ملزمة بتقديم هذا الحساب الختامي في نهاية السنة المالية أو بعد انتهاء السنة المالية خلال ثلاث شهور تعالوا نشوف اهم الفروق بين الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي ممكن نجيلي في الاختبار يقول لي قارن بين الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي أو وضح أو بيّن اهم الفروق بين الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي عندنا طبعا اهم فرق ان هي الموازنة العامة للدولة هي بيان تقديري بالمصروفات والإرادات أو بالموارد والاستخدامات أما الحساب الختامي طبعا هو بيان فعلي بالمصرفات والإرادات الموازنة طبعا أرقامها تقديرية الموازنة العامة للدولة أنها بتعد عن سنة مالية قادمة أو مقبلة فبتبقى أرقامها تقديرية مش فعلية أما الحساب الختامي لأنه بيعد في نهاية السنة أو بعد انتهاء السنة المالية فبتكون أرقامه فعلية بتعد الموازنة العامة للدولة لسنة مالية مقبلة أما الحساب الختامي بيعد عن سنة مالية منتهية بتعد الموازنة العامة للدولة طبعا قبل بداية السنة المالية أما الحساب الختامي فبيعد بعد انتهاء السنة المالية وبتكون الحكومة ملزمة بتقديم هذا الحساب الختامي لمجلس الشعب خلال ثلاث شهور من انتهاء السنة المالية تعالوا نشوف أعزائي الطلاب مجموعة من الأسئلة اللي ممكن تجيلي في شكل اختيار بمتعدد أو شكل صح وخطأ أو أكمل على الباب الثالث والأبواب السابقة لو يعني جايب في موجود معنا دلوقتي أو هنعرض لكم دلوقتي مجموعة من الأسئلة اللي بتيجي فيه الاختبار دايما في شكل صح وخطأ أو اختيار بمتعدد أو أكمل أو وصل تعالوا نشوف السؤال اللي معنا وبيقول لي اختر الإجابة المناسبة مما بين الأقواس واحد بيقول لي من قواعد اعداد الموازنة العامة للدولة نقط إراد معين لمقابلة مصروف معين لسه مراجعين قواعد اعداد الموازنة العامة للدولة طبعا بيقول لي تخصيص عدم تخصيص إضافة برافو عدم تخصيص لأن من قواعد الموازنة العامة للدولة ومن قواعد اعداد الموازنة العامة للدولة عدم تخصيص إرادة معين لمقابلة مصروف معين عايز تقرأ السؤال بتركيز وتاخد بالك لأن السؤال ممكن يكون في بعض الكلمات والاختيارات بتكون متشابهة فأنت تحزف الاختيارات البعيدة عن الإجابة وتركز في الاختيار اللي هو القريب من الإجابة تعالوا نشوف النقطة التانية بيقول لي من القواعد الأساسية لإعداد الموازنة العامة قاعدة تكامل الموازنة تخصيص الموازنة وحدة الموازنة برافو وحدة الموازنة لأنه ما عنديش قاعدة اسمها تكامل الموازنة والقاعدة التانية كانت بتقول لي عدم تخصيص الموازنة تلاتة بتعد الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية برافو مقبلة مش منتهي الموازنة العامة للدولة بتعد عن سنة مالية مقبلة بينما الحساب الختامي بيعد عن سنة مالية منتهية طيب الحساب الختامي أرقامه بيعد عن سنة مالية منتهية بأرقامه فعالية وليست تقديرية او استرشادية انما طبعا الموازنة العامة للدولة ارقامها تقديرية بيقول لي في النقطة رقم 5 الحساب الختامي للدولة هو بيان بمصروفات الدولة واراداتها عن سنة مالية الحساب الختامي هيكون عن سنة مالية منتهية نقطة رقم 6 بيقول لي الموازنة العامة للدولة تعد عن سنة مالية تبدأ من اول يونيو ولا اول يناير ولا اول يوليو يونيو ده شهر ستة إنما يوليو شهر سبعة وإيش طبعا يناير ده شهر واحد الموازنة العامة للدولة بتعد عن سنة مالية فعلا بتبدأ في أول يوليو وتنتهي في تلاتين ستة يعني تلاتين يونيو من العام التالي يبقى الإجابة على طولها تكون أول يوليو دفتر اليومية نقطه ده سؤال على المجموعة المستندية في الباب الثاني بيقول لي دفتر اليومية نقط بيقيد به الأصناف الوردة والمتصرفة ويستخدم هذا الدفتر في المخازن الرئاسية فقط دفتر 115 عين حا إجابة صحيحة تعالوا نشوف نوع آخر من الأسئلة اللي ممكن تجيلي فيه اختبار نهاية العام وإحنا مقبلين على الاختبار عايزين نركز وناخد بالنا ونتضرب على حل أسئلة كتير في شكل صح وخطأ أو في شكل أكمل أو في شكل اختيار من متعدد تعالوا نشوف السؤال الأول بيقول لي نقط هي بيان تقديري مفصل باستخدامات وموارد الدولة عن سنة مالية مقبلة وتعتمد من نقط طبعا دي الموازنة العامة للدولة إنها بيان تقديري وليس بيان فعلي لو قال لي بيان فعلي يبقى على طول رؤى على الحساب الختامي لكن قال لي هنا بيان تقديري يبقى هنا الموازنة العامة للدولة طب الموازنة العامة للدولة بتعتمد منين برافو من السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشعب اتنين بيقول لي من اهم مراحل الموازنة العامة للدولة التي يتم خلالها اكتشاف الانحرافات وتحقيق الاداء الامسل هل عندنا كان مرحلة عندنا اربع مراحل لاعداد الموازنة العامة للدولة رجعناهم بشكل سريع في بداية الحلقة نفتكر مع بعض مرحلة الرقابة فعلا هي المرحلة اللي بيتم خلال اكتشاف الانحرافات وتحقيق الاداء الامسل وزي ما اوضحنا لمرحلة المراقبة مستمرة مع التنفيذ وبعد التنفيذ يعني بيتم خلال التنفيذ الرقابة وبعد التنفيذ بيتم الرقابة ايضا وتقييم الاداء الحكومي سؤال مهم جدا انا بقول لي اذا كان العجز بموازنة الجهاز الاداري انا اخذ بالي ان العجز بيسوي مصادر تمويل العجز يعني لما يكون عندي عجز مثلا 340 مليار مصادر العجز اللي هتموله كام هتكون ب340 مليار بيجي لي بعض النقط في الاختبار وعايز يخبطني او يخليني اخطأ اخوا بالي ان العجز بيسوي مصادر تمويل العجز بقول لي اذا كان العجز بموازنة الجهاز الاداري للدولة 340 مليار جنيه واجمال الاستخدامات 740 مليار فإن جملة مصادر تمويل العجز مصادر تمويل العجز تساوي قيمة العجز وبالتالي يكون مصادر تمويل العجز بالموازنة بتساوي 340 مليار أيضا سؤال آخر بيقول لي إذا كان جملة مصادر تمويل عجز موازنة الإدارة المحلية 25 مليار جنيه وكان إجمال المصروفات 125 مليار متضمنا الفوائد مليار جنيه معنى ذلك أن عجز الموازنة قلنا العجز الموازنة أو العجز النائدي بيساوي مصادر تمويل العجز يبقى يكون عندي على طول 25 مليار جنيه النقطة رقم 5 بيقول لي الموازنة العامة للدولة بتعد عن سنة مالية يا ترى سنة مالية انتهت منتهية ولا سنة مالية مقبلة دي الموازنة العامة للدولة يبقى سنة مالية مقبلة طب وأرقامها أرقام الموازنة العامة للدولة طبعا بتكون تقديرية ستة بيقول لي من القواعد الزمنية للموازنة العامة للدولة قاعدة نقط من القواعد الزمنية للموازنة العامة للدولة قاعدة نقط قاعدة سنوية الموازنة برافع عليكم تعالوا نشوف سؤال آخر أو شكل من الأسئلة اللي ممكن تجيلي في الاختبار على الباب التالت باب الخاص بالموازنة العامة للداولة وبيقول لي ضع علامة صح أو خطأ أمام كل عبارة مما vielä إحنا هنحدد صحة أو خطأ كل عبارة وهنقول الخطأ فين في كل عبارة من هذه الابارات انت طبعا بتجاوب في الاختبار على قدر المطلوب منك يعني لو قال لك صحة أو خطأ يبقى مطلوب منك تقول العبارة صحة أو خطأ لو قال لك مع تصويب الخطأ يبقى لازم تقول ايه لو قلت ان العبارة خطأ تقول ايه الخطأ في هذه العبارة وتصوابها تعالوا نشوف مع بعض النقطة الأولى بيقول لي يجوز تخصيص موارد معينة لمواجهة نفقات معينة بالموازنة العامة للدولة احنا عندنا قاعدة من القواعد الأساسية في اعداد الموازنة العامة للدولة وقاعدة عدم تخصيص موارد او ارادات معينة لمصرفات معينة طيب هنا بيقول لي يجوز تخصيص طبعا خطأ لا يجوز تخصيص موارد معينة لمواجهة نفقات معينة بالموازنة العامة للدولة اتنين يقول لي تلتزم الحكومة بتقديم الحساب الختامي لمجلس الشعب خلال اربع اشهر من انتهاء السنة المالية طيب ما احنا لسه قاعدين ان الحكومة ملتزمة بتقديم الحساب الختامي بعد ايه او خلال تلت اشهر مش اربعة تلت اشهر من انتهاء السنة المالية يبقى اللي جاب الخطأ هنا اربع اشهر لا ده هيكون تلت اشهر او تلت شهور من انتهاء السنة المالية بلو قال لي صح حال عبارة اقول له تلت اشهر مش اربع اشهر لان الحكومة ملتزمة انها تقدم الحساب الختامي لمجلس الشعب خلال تلت شهور من انتهاء السنة المالية ثلاثة بقولي من مزايا موازنة البرامج والأداء ربط النتائج المتوقعة برسالة وآدائف الجاهة الحكومية دي طبعا صح لأن موازنة البرامج والأداء زي ما وضحنا في مميزاتها إنها بتربط النتائج المتوقعة برسالة وأهداف الجاهة الحكومية النقطة رقم 4 بقولي من مزايا موازنة الأساس السفري أنها تحقق مسحا شاملا لجميع احتياجات المؤسسة ودي طبعا صح لان فعلا موازنة الاساس السفر يتحقق مسحا شامل او شاملا لجميع احتياجات المؤسسة نقطة رقم 5 بيقول لي من عيوب موازنة البرامج والاداء صعوبة تحديد الاداف لجميع الاجهزة الحكومية تحديدا دقيقا دي طبعا اجابة صحيحة او الاجابة بتاعت النقطة رقم 5 هتكون صح لان فعلا من سلبيات او من عيوب موازنة البرامج والاداء صعوبة تحديد الاداف لجميع الاجهزة الحكومية تحديدا دقيقا أعزائي الطلاب ده شكل من أشكال الأسئلة اللي ممكن تجيلي في الاختبار يجيلي سؤال في شكل صح وخطأ أو في شكل أكمل أو في شكل اختيار من متعدد أقرأ كل باب من الأبواب النظرية بشكل مفصل وبتأني وافهم كل جزئية وحاول أفهم قبل مجاوب المقصود أو المغزى من السؤال قبل ما أختار الإجابة أو قبل ما حدد صحة أو خطأ كل عبارة أو قبل ما أكمل الجملة لو كان السؤال أكمل فقبل مكتب الكلمة أكون مركز ده شكل من الأشكال الأسئلة اللي ممكن تجيلي في اختبار نهاية العام على الباب الباب الثالث والباب الخاص بالموازنة العامة للدولة أو شكل ممكن يجيلي على أي جزء من أجزاء المنهج الأسئلة بهذا الشكل ولا يخلو اختبار من مثل هذه الأسئلة الباب الرابع عزيزي الطلاب بيتكلم عن التوجيه المحاسبي للعمليات الحكومية توجيه المحاسبي يعني تسجيل العمليات في دفاتر اليومية أو في دفتر اليومية وعندنا طبعا أول جزئية عندنا في الباب الرابع بتتكلم عن طرق تحصيل الإراضات أو المتحصلات تعالوا نشوف مع بعض إيه المقصود بطرق التحصيل وإيه هي طرق تحصيل الإرادات أو أوجه التحصيل بشكل عام أو إزاي الحكومة تقدر تحصل أي أموال أو إيه هي الطرق اللي ممكن نحصل بها أي أموال من أي جهة في المصالح الحكومية في المصالح الحكومية عندنا أربع طرق الطريقة الأولى التحصيل نقدم بموجب قصائم التحصيل النقطة التانية التحصيل بشكات على أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي النقطة التالتة التحصيل بحوالات بردية النقطة الرابعة أو الطريقة الرابعة التحصيل عن طريق الخاص من المستحقات للأسف أعزائي الطلاب دايماً وقت حلقتنا ما بيكفيش أن نزيد من المعلومات لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى يكون وفقنا في تقديم فكرة ملخصة ومجازة حول الموازنة العامة للدولة وهي هنستكمل حديثنا إن شاء الله عن الباب الرابع الخاص بالتوجيه المحاسبي للعمليات المالية في حلقة قادمة وفي ختام أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته